بسم الله الرحمن الرحيم البسملة بالتهجي مع أحكام التجويد وهذا هو المستوى الذي نصل إليه بعد التخرج من دورة النورانية الحديثة بالتهجي مع أحكام التجويد إن شاء الله تبارك وتعالى باء كسربي سين سكون مع الصفير بس صفيرها صاد وزاين سين يعني السين من حروف الصفير بس ميم كسرمي بس مي اسم الجلالة لا يتهجى ثأ الدبان لكن اللام في اسم الجلالة مرققة لأنها جاءت بعد كسر ولذلك نقرأ بسم الله ومتى تكون مفخمة أو مغلظة إذا جاءت بعد ضم أو فاتح يعني لو على الميم دي افترضنا إن عليها ضم ولكن هي تحتها كسر فنقرأ اللام بالتركيك بسم الله همزة وسط الكلام لا تنتق ويبدأ بها بالفاتح لام سكون شمسية كيف عرفنا إنها شمسية في رسم المصحف الشريف حينما نجد اللام ليس عليها شيء فهي لام شمسي أما إذا وجدنا عليها علامة السكون اللي هي بتكون شبيهة برأس الحق في المصحف الشريف فبنسميها أو كما سمها العلماء لام قمرية لكن هنا يا لام شمسية مضغمة في الراء المشددة مع الفتح مع تفخيم الراء 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 هكذا طب لو قرأنا من البداية بسم الله الراء بسم الله الراء حاسكون الرح مين فتحة ما الرحمة ألف صغير مضي طبيعي الرحمة نون كسرني الرحماني الرحماني وطبعا لا نبلغ في الكسر حتى لا يتولد معنى حرفية يعني ما نقول شيء الرحماني لا الرحماني حركة واحدة فقط لا غير بسم الله الرحماني همزة وصل وسط الكلام لا تنطق ويبدأ بها بالفتح لمسكن شمسية مضغمة في الراء المشددة مع الفتح الراء حاكس راحي الرحي يأسكون مضي طبيعي وصلا الرحي لماذا كلنا وصلا لانها في حالة الوقف سيتسمى ايه اه او يتغير المسمى مضة عارض للسكون ميم كسرني الرحيم نقف عليها يعني على الميم مضة عارض للسكون ويجوز ان يمض حركتين او اثنين او يجوز ان يمض حركتين او اربع حركات او ستة حركات الرحيم ويجوز الرحيم ويجوز الرحيم مثل تلاوة الشيخ محمد ايوب رحمه الله في المادة العارض للسكون كان دائما مدة ستة حركات بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم هذا والحمد لله رب العالمين